موسيقى صبحكم الخير يوم السبت 17 شباط فبراير اليوم الأمر مرافقنا من برج مائي برج الحوت لليوم التاني على التوالي قلة جوية اليوم حلوة لموالي برج السرطان أكيد لموالي برج الحقوط وكذلك لموالي برج العقرب مش بس هيك نكملي معكم نفس الشي لبكرة ساعة 2 بعد الظهر بتوقيت بيروت كيف رح بتكون أبراجنا منبلش مع برج الحمل بالنسبة لقلك مولو برج الحمل بعدك ستاند باي بعد ما قلعت بعد الأمور عندك اليوم مش ماشي مثل مبارح حاسس انه بتركض بتركض بتلفن بتلفن محدا بيرد عليك محدا بيعطيك موعد ما في شي عم بيزبط ما في شي عم تتحلحل بما أنه هلأ إيجازة عثلت أسبوع حاول أنه تخصص هنهار لحتى تشتغل على مهلك تهتم بأمورك العائلية المنزلية أو أمورك الشخصية تبعى الموالي لكثرت عبن 15-16 و 17 نيسان أبريل بتقيل لبرش الثور بالنسبة لبرش الثور هيدا نهار بعتبره حلو بنسبك الأنرجي اللي فيه الطاقة اللي فيه تنسجم مع طاقتك بتحس انه انت قادر تتفاعل مع الناس المجتمع يتفاعل معك بطريقة حلوة شو معناتها شو بتستفيد تستفيد انه بتقضي نهار كتير حلو سواء كتب مع العائلة مع ولد شو ما عملت اليوم نهار مفيد وجيد ومريح بالنسبة لألك 13-14 و 15 أيار مايو ألاكثر حظان كمل مع برش الجوزاء بالنسبة لأبرش الجوزاء الضغط موجود هريبة ما فيه المسئولين كاية عائلية ولاد العائلة الأهل اليوم فيه شغل حتى ولو انت عازب ما عندك مسئوليات بتحس انه اليوم نهار مقضة مش للراحة اليوم عم تركوا ميلي من السوبر ماركت من هالأمور أو عاعد بالبيت عم تشتغل هيدا نهار متعب لكن نهار مفيد وبيعطيك بيعطيك ريوورتز بالنسبة لألك بكافأك فبالتالي لا تهمل هالمسئوليات بتظلم وليه لاكثر حظان 19 و 20 حزيران يونيو كمل مع برش السرطان بالنسبة لبرش السرطان نهار كتير حلو انت بتفرح فيه بتنبصد فيه ليش لانك بتحس انه انت قادر تقريبا تروح بكل الاتجاهات اللي انت بتريدها ما بتحس حالك مقيد ما بتحس حالك بين أربع حتا ما بتحس حالك انه الناس من حولك هنه مقيدينك عندك قدرة لحتى انت تنسجم مع الناس والناس منسجم معك وبالتالي كل شي سهل كل شي ميسر ولانه كل شي ميسر حلو تشتغل عمور مهمة عندك مشكل مع حدا اشتغل التئيب بهالأشخاص حل المشاكل عندك مسألة مهنية دراسية تصل بحدا يوم نهار ايجابي بيساعدك تحل كل المشاكل بالنسبة لبرش الأسد اللي شو اليوم بعده هو تكملي لمشوار اللي تقريبا من أول أسبوع انت دخلت فيه يعني حاطت حالك بجو أو انت محطوط بجو مش قادر تطلع منه يلي هو اللي هو علاقة بتتعامل مع الأمور الحياتية اليومية بدقة بهدوء برواء وايضا بأيجنس بدك تكون كتير شيك وكلاسي بالتعامل مع الناس لحتى ما الناس تاخد فكرة عاطلة عمنا وإذا ما بيهمك هالموضوع لحتى أنت تضلك ربحان بيهمك تضلك تكسب وربحان ثقة الآخرين هيدا نهار بيساعدك لتزبط هالأمور الأنشط يلي ما بيهدى إيجابيات حلوة بانتظاره 5-6 و7 آب أوسطس بنت إيه لأ برش العذراء مولو برش العذراء صحيح في شي عم بيزكسكك في شي مش زعجك من مبارح حتى يمكن ما أنك نايم ممنيح ما أنك نايم مرتاح وراسك عم بوجعك تعبين منرفز مع الصبخ خلقك دايق احتمال هالأمور هاي ليش لأنه من مبارح الجو هيك الأمور عم تغلي شوي عن بعض الأشخاص مولود برش العذراء مطلوب منك أنك اليوم تتعامل مع الأمر الواقع بكتير نضج بكتير نضج يمكن يكون فيه مسألة شركك بالحياة شركك بالعمل أشخاص من حولك ناس ما بتعرفهم الناس تعرفهم يمكن بيحاجة لمساعدتك هالأمر بيزعشك بتحس أن التحدي لألك لكن بالنتيجة لازم تتعلم التفاعل مع الآخرين بطريقة حلوة ولبقى وإيجابية فليش لا اليوم فيك تقلب المعادلات لصالحك الأوفر حظا 28-31 أب أغسطس بنتقل لبرش الميزان بالنسبة لبرش الميزان إذا فكر أنه اليوم النهار ما عندك شي تعمل إلا تكسدير وتطلب الناس استخدمك اليوم النهار بالعكس تماما أنت عم تركض وأنت اللي عم تخدهم من الناس بدءا من عائلتك ومن أولادك بدءا من بيتك إذا أنت عازب ما في شي ما عم تعمله عم تركض ميلة لميلة لا تلحق البيت التنظيف الاستقبالات يمكن عم تاخد الولاد عم تجيب الولاد يمكن عم تشتغل فيه شغل حتى شغلك المهني يمكن عندك بالبيت الأجواء من ناس سلبية من ناس سلبية 22 أكتوبر بنتقل لبرش العقرب بالنسبة لبرش العقرب بعتقد أنه اليوم هو محطة حلوة بنسبة لألك هذه محطة تضبيط الأمور ترقيع الأمور هذه محطة مصالحات محطة للتعارف محطة لحتى تضبط أمورك المهنية نهار سبت لكن ما في مانع اليوم أنك تتصل بحدا تضبط أمورك معه تعتذر أي محطة اليوم تكون لصالحك فتحرك لا تقعد مسكر البواب عليك وقاطع حالك عن العالم بالعكس تماما 14-15 نوفان برأ لأكثر حظا برش القوس بالنسبة لبرش القوس اليوم مولود برش القوس حابب يوعز حابب يوعز أولاده لماذا هاي هون لماذا هاي هون اليوم نهار يريدك تروق شوي على حالك وغيرك ما تنسى اليوم نهار سبت أكتريت الناس بيجازي خاصة لولاد خاصة الناس من حولك وبالتالي خفف شوي من ما رح قولت فلسف بين هلالين لكن حاول أنه ما تنزع عطلة الأسبوع للآخرين ما تنزع حالك لازم أنت تستريح أيضا وتنبسط بهيدا نهار أما إذا كتب من موليد 4-5-6-7 ديسمبر كون حذر جدا السرعة ممنوعة كليا والمجازفات مكمل مع برش الجدي بالنسبة لبرش الجدي اليوم أنت مولو برش الجدي قادر تعمل أحلى هايسة قادر تعمل أحلى لقاء أحلى جمعة حلوي اليوم الديناميكية اللي عندك هيها دينامية اللي عندك هيها بتخلي كل شيء يزبط بتخلي الجو مرح بتخلي الأمور تمشي مش توقف وعدل كل عالم ناطرة ما في اليوم طالع نازل طالع من المحطة تترين نازل طالع نازل لأنك عم توصل الأجواء ممتازة لكل الأعمار عند مولود برش الجدي وإذا عندك مسألة حاببة أنك تحلة مسألة حسابية دراسية شو ما كانت مفوضات اتصالات مسألة اجتماعية معقدة اشتغل عليها اليوم لأنها بتنحل لو فرحظنا 12-14-15 عزائران يونيوم كمل مع برشد دلو مولود برشد دلو ليش لا اليوم تكون ربحان ربحان كتير شو بتربح كل شيء بتربح أول شيء بتعرف الأجوبة بتعرف تحل المات يمكن بتربح ثقة الناس هالجار اللي بحياتهم حكي معاك اليوم بتمشي الأمور بشكل جيد اليوم مولود برشد دلو كل شيء لقلك كل شيء كفت ميزانك كفتك وبالتالي بس حاول تعطي شيء بالمقابل لحتى تظل الأمور منسجمة الأجواء ممتازة أخبار حلوة بتوصل لك الأكثر حظا 11-13-13 شباط فبراير بنتقل لبرش الحوت بالنسبة لبرش الحوت اليوم لأنه الأمر ببرشك فيك تقول أنه أنت عم تطوي شيء عم تطوي شيء يعني كأنك وصلت لعبرة لنتيجي لخلاصة أنه في شيء ما أبدك كي إن كان علاقة إن كان روتين إن كان شيء إن كانت هيوية حابب دخل شيء جديد هيوية علاقة يمكن تغيير بطريقة التعامل مع الأشخاص مع فولين مع فليتين اليوم في ضوء أخضر لحتى أنت تقرر على عامل افاكتر حلو بوزيتف تدخلو بحياتك الأكثر حظا موليد شباط فبراير بيخطب مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم هادي سنة مثمرة هادي سنة حلوة هادي سنة غنية جدا بغض النظر عن عمرك بتفرح فيها بتكسب فيها وبتحس حالك إنك اغتنات واسمك لمع في العالي هادي سنة كتير حلوة أعطيها من قلبك وبتشوف إنه ما رح تندم شباط فبراير حزيران يونيو أكتوبر هنه أفضل أشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي اشتركوا في القناة